نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات في الفيوم أعلنت المحافظة أنه تم إعداد طلبات للتصالح المقدمة من بعض أصحاب العقار تجوزت هذه الطلبات حوالي 14 ألف طلب للحصول على شهادات بيانات عقار التصالح وفي كفر الشيخ تم بدء أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة على مساحة تصل إلى 12 فدان كمان في السيوت تم توريد 193 ألف طن أمحل الشوان والصوامع ومراكز التجميع وفي الأليوبية تم تسليم 2 طن لحوم سكوك أضاحي لتوزيعها على المستحقين تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير محافظات مصر شاهدت أخبار كتيرة في الفيوم أعلنت المحافظة أن أعداد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن بلغت 14 ألف ومئة طلب للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات من قبل جميع الإدارات والجهات المعنية ودامع قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح في كفر الشيخ أعلنت المحافظة بدء أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية شابة بمدينة دسوء على مساحة 12 فدان بطاقة 600 طن يومياً وبيخدم مركزي دسوء وفوة وبيتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهر فأسيوت أكدت المحافظة أن هناك متابعة مستمرة ويومية لانتظام عمليات توريد الأمح المحلي هذا العام حيث بلغ إجمالي ما تم توريده على مستوى المحافظة بالكامل 193 ألف طن أمح بمختلف المواقع التخزينية على مستوى مراكز ومدن المحافظة اللي بتبلغ 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع في الأليوبية أعلنت مدرية الأوقاف وصول تاني دفعة من لحوم الأضاحي بالتنسيق مع محافظة الأليوبية مع المتابعة المستمرة من المحافظة لهذا المشروع الوطني والخيري ووصل 2 طن من اللحوم وتم تسليمها للتضامن الاجتماعي لتوزيها على الأسر الأولى بالرعاية وفق البيانات المسجلة لدى تضامن الاجتماعي في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى عالم الدولي 14 رحلة طيران دولية من بين 150 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى اليوم الجمعة وبتجري سلطات مختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلوهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر في مطروح أكدت مدرية الصحة أنه تم الانتهاء من تركيب الجهاز الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف والتشخيص عن بعد بمستشفى الأطفال وتدريب الفريق الطبي على كيفية استخدام الجهاز كما تم تركيب الجهاز الخاص بوحدة أم الرخم الصحية التابعة للإدارة الصحية بمطروح وهيتم تدريب الفريق الطبي عليه مطلع الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر